أمسي طيبة للجميع مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا اللقاء درجات حرارة مرتفعة تقص حار خاصة نهار اليوم المناطق الوسطى وكذلك الشرقية حتى خلال يوم الغد على الواجهة السحيلية الشرقية على كل من جنوب ولاية بيجايا جنوب ولاية جيجل كذلك ولاية سكيكدا حتى على ولاية التارف وأيضا ولاية أقول عن نابا فيما يخص حالة سما خلال يوم الغد ننتظر نسبة رطوبة عالية خلال صباحة الغد على الواجهة السحيلية الوسطى وكذلك الغربية لا تصبح الأجواء مغاشات لكن سحوب روكاميا رعدية مطيرة مرفوقة بحبات من البرد إن شاء الله خلال أمسية الغد أجواء رعدية ستخص شمال الصحراء صحراء الوسطى مرتفعة الهوغار والتاسيلي إلى غاية أقصى الجنوب ننتظر خلال هذه الليلة وخصة صباحة الغد مقاييس ما بين 24 درجة إلى غاية 27 درجة الواجهة الشمالية على السباحة المرتفعة والهضاب 29 درجة على ولاية بشار نفس المقياس على إليزي وبورج بجي مختار ترتفع الغاية 32 درجة على الصحراء الوسطى أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرقس ودائما في ارتفاع موجة حار تنبيه من المستوى الثاني ساري المفعول على المناطق السحيلية الشرقية مقاييس ما بين الربعين إلى غاية 42 درجة ستعرف تراجع على الوجهة الوسطى لتصل الغاية 34 درجة على العاصمة بومردس وتيزي وزو نفس المقياس على باتنا المشيرين عامة والبيض استولى 2 درجة على 8 رأسة ترتفع تقص حار سيخص الصحراء الوسطى على كل من أدرار تميمون كذلك رجان إن صالح درجة الحار تقارب 46 درجة تحت الظل أما البحر خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر جميل هادئ على وجه الساحلية الغربية سباحة مسموحة لكن بحر قليل اضطراب على السواحل الوسطى رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات بينما بحر قليل اضطراب بلموت طريبة واخر النهار حتى رياح ستشتد ضمن طيارات غربية تماما تصل غيرت إلى 50 كم في الساعة وهذا على السواحل الشرقية الأربعاء على مستوى العاصمة شرق الشمس سيكون بحول الله في تمام 6 و 18 دقيقة أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع في أمان الله